يعني ما بعرف كيف دي يفتح معكم الموضوع بفصل الشتة وكثرة الأعداء بالبيت ممكن تخلينا هيك ناكل كتير وما نتبع نظام صحي أو حتى غداء مشبع وبالتالي ممكن تزيد حصيلة الدهون بجسمنا وننصاب بالسمنة اليوم مو كنا متفقين من أول السنة يلا لنشوفكم هاي اجت أول السنة ودائما النظام الغذائي بيكون ناطر على الباب بكل بداية جديدة إن شاء الله قرب هالمرة نمسكه ونلتزم في اليوم بفقرة التكزية رح نحاول نبعد عن هالقصص ونحكي عن كيف نقدر نرفع حصيلة حرق الدهون بجسمنا ونرفع معدل الاستقلاب ونحافظ على صحتنا مع ضيفتنا الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية بالتغذية صباح الخير كلام متيبئة خير ودو قلب غير يعني وسهلا بكم يعني عم نحكي أنا بني اليوم بدي أمسك النظام الغذائي بقى إن شاء الله هو يمسكني كمان ونتمسك ببعض إلى أبد الأبدين كيف بدي أمشي نظام غذائي صحي وما يكون مزعج لألي هلأ هذا هلية السر اللي بنت بيسأموه السيكرت تبع الباسورت تبع الأخصائيين التغذية اللي بيعدون إحنا متاجر فيها كجميل بس الله يرزقنا نفعل الناس ونطبق مع حالنا قبل مع غيرنا يعني هلأ في شيء اسمه رفع حرق الاستقلاب بالجسم يعني أو الاستقلاب المعدل العام للإستقلاب هاي هي سر الخلطة طبعا هي إنه بتلاقي فيه فصول بالشتة من أصعب ما يمكن تنزل واحد كيلوغرام حتى مو مهيك كمان من أصعب ما يمكن تمسك وزنك اللي عم يرتفع بشكل متدرج بشكل ما عم ينمسك كمان الفكرة الثانية إنه بتلاقي إنه ليش فيه أحيانا إنه وجبة واحدة ممكن تزود كينيين واحد يعود يعيش شهر بحرمان كامل وضايتات ورياضة وهيك شو المشكلة مع هاي الخليات دهنية شو سرها العجيب وين بوابتها فهذا هو اللي نحنا جاي نحكي وأساساً نحنا كل يوم من ندرس دراسات وبحث لندور حتى نجاوب هذا الجواب حتى ما نطول على المشاهدين وهي أول شيء هنا كل سنة وين نسالمين وحرق الشحوم هو عطول البنط العريض طلب الجماهير عخير حرق الدم تبع الأمور هاي بس الفكرة الأساسية إنك أنت هلأ تعرف شو شي جديد يعني كل ياتنا من قول سفور وقطاع سكر وقطاع خبز وقطاع مدريش بيعرفني أساساً كل شيء مقاطع عنا وماشاء الله الوزن كل من هالشعب عم يربرب ما بتعرف منه ما سره أنا بدي أسأل شو سره بس يعني ايه أول سر فضيع أنه بهاي الفترات هاي أنه بينقص معدل فيتامين دار وما حدا بنتبه على هاي الملاحظة هاي الفضيعة لأنه مو لأنه نحنا في شمس ولا ما في شمس ولا قصة هاي قصة إنه بفترة الانقلاب الحراري مثلا انقلاب شتوي وهالأمور هيكياتا بدون نحنا ما نقرب على أي تغيير بحياتنا اليومية نخسر تقريبا 10% من فيتامين دار بجسمنا هذا إذا ما خربطنا أي شيء من أحد الشغلات الشائعة مثلا نحنا منخفل الرطوبة أهمية الرطوبة قديش بتسحب من فيتامين دار غير إنه نحنا تعرضنا للشمس أو ما تعرضنا للشمس وهذه الأمور فأول شيء من نتبه على فيتامين دار هذا أول معدل استقلاب تلاقي حالك إنك ما عملت شيء أي تغيير ليش وزني عميز داد حتى عميز داد مش 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 عميز داد موصة إني أنا حق إخسارة بالوزن ليش عم يصير هالزيادات هي خمسة كيلو ركد 70 بالمئة من الشعب عندك تلاقي الوزن تبعه الآن النقطة الثانية اللي بيهمني أمرها في قاعدة سحرية بعملية الحرب أنا وهي ما تعود الخلية الدنيا على أي شيء حتى لو كان شيء صحي كسل لقاعدتها هاي أهم نقطة الآن كلياتنا بنعرف مشهور طاع الخبز والسكر ونزل الأنسولي يرتفع استقلابك حلو حلال الكلام بس لتحقق هالأسبوع اللي هو زيرو زيرو شوكار هذا مثل نزع المورفين من الجسم واللي بيقلها غير هالحكي فلا قابل يعني يعني يعمل إدمان عملية هو طبيقه العملي كتير صعبة هالكلمة يعني هذا تنظير حكي للي بده يجي يعود يحكي إنه هاي إلا ما قلّى ونظر من ما رحمة ربي إنه الناس اللي إرادتها عاليوا هاي لأنك كأنك عم تنزع المورفين من الدم فهذا شو حلو هاد هذا حلو بدنا ننتقل لشي أسهل نوعا ما مو تقليل التقليل ممكن يكون جبلة كيلو كيليين بس شي حل جزري حننتقل لشي بوابة يعني هي الملح اللي كنا عم نحكي عليها أنت قطع الملح يومين ورجعوا باعتدال وإياك أن تقطعوا نهائيا لأنه قطع الملح نهائيا وسأل مرضى الضغوط بيعمل كآبة تمام طاع الملح إذا مالك قدران عالسكر طاع الملح يومين وبدله بمعضة ثوابل مثل الكركم والأمور هاي حتى تعرف تبلع أكلك تمام بمزاجية بتلاقي نزل وزنك فورا مخسرت بشي مثل السحر فمن أحد أسرار اللي جاينا حكي عليها لرفع استقلاب الجسم بها الفترات غير فيتامين دال ضبط الملح أوطع الملح وإعادته بشكل قليل ومن ثم قطعه يعني إياك أنك كمان تعود حالك أنك أربع خمس أسابيع قطع نهائيا دكتورة هون في مداخلة نحن منقول موقف سكر أنا ما عم باكل سكر ولا عم باخد سكر مع الشاي ولا مع القهوة ولا مع المحليات يعني المشروبات الغازية بتشيك قطعه تحلو؟ تماما يعني أو باكل تفاحة أو باكل عنب أو باكل فواكه فيها فريكتوز هدول السكر كمان موجود فيها إذن قلت لك يا ورد مو الحل أبدا العملي إني أنا زيرو شوقا بس في شي اسمه سكريات ممكن الجسم يتعاطى معها بشكل كتير يعني كفي يعني عادة أسرعي كان الجسم فالفكرة الأساسية برجع بقول إنه تلعب مع خليتك الدنيا بزكاء يعني هالفكرة إنه في شغلات فينا كتير نرفع حرقنا فيها من دون ما أنا فوت بشغلات عنيفة على راحتي النفسية هلا الشغلة التالتة اللي هي اسمها فن الكارديو هلا أكيد أنا مؤخصائية رياضة ولا أي شيء لكن في سر رهيب جدا لرفع استقلاب الجسم إذا أنت عندك تقريبا خصصت 30 دقيقة بيومها هي 30 دقيقة أنا حقلك عليها إنها هي ماشي أحيانا كون كل الناس يتمكن لهم المشي لو أنت قاعد ببيتك تماما وقفت وصرت تمشي بمكانك سر عملية الهرولة شوي وترجع تبطع هي بعلم الكارديو رفع جهد على القلب ويصير تنفس شوي حين قطيع هي جاعة تخفت تماما كيف أنا عندي سيارة نقلت على الأول بعدين عم نقل على الرابع بعدين نزلت على الأول سحبت معي بانزين أكتر من ما أنا حطت على الرابع طول الوقت بطق الجير بطق الجيار وليه فالفكرة الأساسية إنك تلعب على كارديو والقلب تحرق جدا يجب خليته تسريع المجهود على القلب بعدين ترجع على الوسط بعدين ترجع أي حركة عملتها سرع بطق بتحرق أكتر مما تحش يتباح ساعة يرتب معين فهذا من ثالث أسرار سرع الاستقلاب عبد الران إني عم بحكيهم في شكل سريع لعني ما في وراء دكتورة في قصص مثلا بما يخص الملح في ناس بتبدل الملح بالسوية في ناس بتبدله بملح الهملايا فنحنا بنا نعرف هلأ بالإضافة للملح شو هي الأغذية يلي بتخلينا نحرق دهون بشكل أسرع يعني في ناس بتقلك شاي أخضر في ناس بتقلك مثلا القريفون هدولة عن جد بيساعدوا بالتمثيل الغذائي إنه نحنا ننزل من كمية الدهون بالجسم ولا لا هلأش في شغتين حكاتي هون حلوين شو هي الأغذية اللي بيرفع الحرق هلا مثلا نصر للي غريفون وين بيس بيمنع الدخول المواد الغذائية لداخل جسم الإنسان هون سروا بالحرق يعني هلا نحنا نحط دوة ضغط مع غريفون نقل له للمريض ضغط إذا أخذته مع غريفون هذا بيعمل إنه ما نتصي الدوة الضغط دوة الكوليسترول نفس الشي في الشغلة نحن ندرسها بدراستنا اسمه التداخلات الدوائية الغذائية السر الرهيب كمان هالأشياء الأخضر كلياتنا منعرف قديش هوا في عنده مضادات أكسيد وزريب بس شو بده يحري بيحري مثلاً خمسة كالوري ستة كالوري بهالفنشان وحشف إذا كان بلا سكة قطعت شوكولادة حالة عندك مية وخمسين مثلاً تريباً الفكرة الأساسية مو هم بهاي المواد هاي المواد بتعمل عندك تسريع لاستقلاب الجسم بشطريقة غير مباشرة عن طريقة نظيف الكبد أو مضادات الأكسيد يعني بتلم كل سموم عم تخفف وصول الأكسجين للخلايا هاي سر هاي المواد هاي وحا نحكي عشي جديد لأنه نحنا بدنا شي معلومات جديدة من أقوى العوامل اللي صارت فيها دراسات إنها بترفع معدل الأيض بجسم الإنسان هي لقهوة والقرفة بس هاي مصفة الله يخليكم مولا مريض بالضغط تماماً القهوة والقرفة عفكرة طعمتهم مع بعضها مطيبة بس القرفة لها نكهة قوية جداً والقهوة لها نكهة قوية جداً هل يجب أن نضعهم مع بعض؟ هناك ناس بيادر يتحمل وإنك أنت تسفي شوية بن بعد شوية قرفة هاي من أحد أسرار أكبر إدوية التنحيك بالعالم بالعالم هاي نعطينا هاي هدية بقى هذا الموضوع بيقلولنا يا بينادي بالجيم إنه قبل التمرين بربع ساعة أو نص ساعة هاي فيه قفئة؟ هاي فيه قهوة أو حتى كمان البهارات اللي بتكون معتدلة لأنه بتحمس الاستقلاب وبتشجع على الاستقلاب طيب فيه كتير ناس بيكون وزنهم عم ينزلوا عين الله عليه هون بيوصلوا لعتبة معدي نزل وزنهم شو ما عملوا شو ما بيوصل الجسم عتبة سبات وبيحس الحال إنه عم يعمل دايطات معه أول شي لاي عنده شو بتنساوي بقى بنا نعمل شولة كتير بسيطة إنه نرفع الوزن واحد كيلو جرام شوك يعني ترفع أكيف تماما عم ندوق التوم بقى صديقتي حتى عرفتكم عليه تمام برفع ايدي وبنزل عليها بتصير ضربة أقوعة الخليات الدهنية نقطة الثانية تغيير العادة المحيطة بالخلايا الدهنية شو قصتها هاي الخليات الدهنية قداش زكية أسكى من الخلية الدماغية بسبعة أضعات طيب إذا تخربت نبيلة لا تعوض لا تتكافة لأنه فيها طاقة الجسم هاي كمان من فضل الله علينا يعني انت بتشوفه الإنسان طبع أهل الكهف كان يأكل وقت يأكل ما بيعرف الوجبة التانية إنت بتجي بعده بعد أسبوع هيك لذلك ما كان عنده نسمني ما كان عنده نظام ثلاث وجبات نحنا في هذه الحياة عنا يعني نظام ثلاث وجبات برغم إنه المخزون الغزائي تبعنا عم يتناقص بالكرة الأرضية فأنت بدك تعرف أنه أنت ما تفرض على حالك كمان إنه نظام ثلاث وجب أنا لازم أكل فطوبة هاي من جايبة أنت بتاكل وقت يصير حاجة جسمك إنك تاكل الأكل حيعملك مثل ما بيقولوا هاي بس هو نحنا عنا لأكل مزاجر نحن نأكل اللي نستمتع لا نأكل اللي للتفيد فهذا القصة هاي إنك هاي خليات دهني مود عاديها بس خليها هي تصير تخدمك عوض ما أنت تعود تشتغل معها بمعارك فهي نقطة هاي نحن نحن للوصفات اللي بيع السريع هاي لنا البن مع القرفة هاي مادة رائعة لرفع الحرق الشيء الثاني كمان إحنا اللي بنا نقوله إشري الليمون إشري الليمون ما بس يحطوها فقط مع الشاي والهالأمور هاي إشري الليمون أيبدا الليمون لا يلقى في النفايا هاي الليمون يتعامل معها كأنها كنز مستغلة لا أكبر لهم زائعة براتها أقوى من جواتها أنا ما بحكي عن باطمسي المواد الرهيبة الموجودة بإشرية الليمون مواد رافعة على استقلاب الجسم بشرة تماما وجففها وخدها سف رزلوها بالطبخات هالألمور هاي كلياتا هاي المواد الرهيبة لرفع الاستقلاب على قد ما فيها كنوز من مواد المضادات التأكسون هاي المواد ما بتتخيل قدي بترشفها على الأكسجة بالدم فهاي القصة هاي كتير من الأسرار الرهيبة لعالم اسمه العالم الصيدلاني النباتي لخفض الوزن بشكل سهل الشغلات كمان اللي بيهمني أمره فيه شغلات بترفع الوزن غير هي الأكل والشرب هي احتباس السوائل وقت ما بتقدر على الخلية الدهنية وبتلاقيها هاي روح دور على السوائل المحتبسة بين النسوج الدهنية هي ما عم يكون إلها لازم وعم بتعطيك وزن إضافي وعم بتعبي عجر فأهم شيء لكمان خفض الوزن بفصل الشيطاء هو منشيط الكليا فإذا انت عرفت 12 كيلو يعني الموين كتير كمان خسرت كليين رائعين مو سوائل حيوية سوائل محتبسة بجسمك كتير خففت لك عبق بهذا الأمور هاي والأحد أنواع المواد النباتات الطبية اللي بترفع غسل الكلاوي هو القرس القرس كتير مادلات لا يوجد لها طعم مؤذي بالمور الساخنة وفينا نحطها وبالنفس الوقت بتلاقي بتغسل الكليا وطغد كليتك هدية رائعة جداً وحارب الإمساك يعني بأي طريقة انت متعواد عليها بزيت زيتون بقطعة صغيرة عندك يعمل أمر الديني مع شوية ماء مهم ما يصير في إمساك فهي بتلاقي حالك حافظ على وزنك بأسرار بسيطة جدا وإن شاء الله يكونوا استفادوا خبار للمشاهدة إن شاء الله دكتورة وشكراً كتير لوجودك معنا دائماً هيك تعطينا معلومات غنية وأكيد يعني متمنى أنه الكل هيك يلتزم بالحمية الغذائية والشغلات اللي عم تقوليها اللي كلها فائدة شكراً كتيراً لك بدايةً مننا بدايةً مننا بدايةً مننا اليوم آخر وجبك اليوم آخر وجبك من بكرة؟ من بكرة هاي هاي الكلمة الحجة على طول شكراً دكتورة كل عدم تحيير 100.000 سالة اختتم شكراً للمشاهدة قاد والمشاهدة bugün ترجمة نانسي قنقر